اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الثانية ثانياً فيما يلي جدول تفصيلي لمداخيل وكالة أصفار متأتية من بيع تذاكر ذهاباً وإياباً انطلاقاً من تونس إلى بعض بلدان العالم وذلك خلال ثلاثة أشهر جوان جويليا أوت سنة 2003 البلدان المغرب مصر تركيا فرنسا إيطاليا إسبانيا اليونان أوكرانيا عدد المسافرين 112 236 454 94 94 84 63 سمن التذكرة بالدينار 492 492 580.5 418.5 592 592 550 620 575 575 575 575 575 575 545 549 675 530 575 580.5 575 575 575 575 675 575 675 575 575 575 575 أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدول أثبت أن معدل المداخيل الصافية خلال شهر واحد بالدينار مئتان وواحد ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون فاصل أربعمائة وتسعة وأربعون الحل أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدول الإجابة سنحاول معرفة أعداد الفراغات المناسبة وذلك باتباع التمشي التالي مداخيل تذاكر المغرب بالدينار يساوي عدد المسافرين في ثمن التذكرة بالدينار مداخيل تذاكر المغرب بالدينار يساوي مئة واثنى عشر في أربعمائة واثنين وتسعين مداخيل تذاكر المغرب بالدينار يساوي خمس وخمسين ألف ومئة وأربعة المسافرين إلى مصر يساوي المداخيل على ثمن التذكرة بالدينار عدد المسافرين إلى مصر يساوي 132354 على 580.5 عدد المسافرين إلى مصر يساوي 228 ثمن التذكرة إلى تركيا يساوي المداخيل على عدد المسافرين ثمن التذكرة إلى تركيا يساوي 146.644.5 على 236 ثمن التذكرة إلى تركيا يساوي 621.375 مداخيل تذاكر فرنسا بالدينار يساوي عدد المسافرين في ثمن التذكرة مداخيل تذاكر فرنسا بالدينار يساوي 454 في 418.5 مداخيل تذاكر فرنسا بالدينار يساوي 189.999 عدد المسافرين إلى إيطاليا يساوي المداخيل على ثمن التذكرة بالدينار عدد المسافرين إلى إيطاليا يساوي 40293.4 على 592.550 عدد المسافرين إلى إيطاليا يساوي 68 مداخيل تذاكر إسبانيا بالدينار يساوي عدد المسافرين في ثمن التذكرة مداخيل تذاكر إسبانيا بالدينار يساوي 94 في 602.75 مداخيل تذاكر إسبانيا بالدينار يساوي 56658.5 ثمن التذكرة إلى اليونان يساوي المداخيل على عدد المسافرين ثمن التذكرة إلى اليونان يساوي 52.311 على 84 ثمن التذكرة إلى اليونان يساوي 622.75 مداخيل تذاكر إسبانيا بالدينار يساوي عدد المسافرين في ثمن التذكرة مداخيل تذاكر إسبانيا بالدينار يساوي 63 في 875.5 مداخيل تذاكر إسبانيا بالدينار يساوي 55156.5 لمعرفة المداخيل الجملية بالدينار نقوم بجمع مداخيل كامل البلدان مع بعض لنتحصل على المداخيل الجملية بالدينار يساوي 550.104 زائد 122.354 زائد 146.644.5 زائد 56658.5 زائد 52311 زائد 55156.5 المداخيل الجملية بالدينار يساوي 728.5 دينار الأداء على المداخيل بنسبة 17 على 100 بالدينار يساوي المداخيل الجملية بالدينار في 17 على 100 الأداء على المداخيل بنسبة 17 على 100 بالدينار يساوي 728.520.9 في 17 على 100 الأداء على المداخيل بنسبة 17 على 100 بالدينار يساوي 1.238.485.53 البلدان المغرب مصر تركيا فرنسا إيطاليا إسبانيا اليونان أوكرانيا عدد المسافرين 112 228 236 454 68 64 94 84 63 سمن التذكرة بالدينار 492 580.5 621 621.375 418.5 592.550 602.75 622.75 875.5 المداخل المداخل حسب البلد بالدينار 550 5104 515 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 6 joint 6gr 515 515 515 515 515 515 515 515 سبعمائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة وعشرون فاصل تسعة الأداء على المداخل بنسبة سبعة عشر على مئة بالدينار مليون ومئتان وثمانية وثلاثون الف واربعمائة وخمسة وثمانون فاصل ثلاثة وخمسون أثبت أن معدل المداخل الصافية خلال شهر واحد بالدينار مئتان وواحد ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون فاصل أربعمائة وتسعة وأربعون الإجابة للتأكد من أن معدل المداخل الصافية خلال شهر واحد بالدينار تساوي مئتان وواحد ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون فاصل أربعمائة وتسعة وأربعون نقوم بالخطوة التالية المداخل الجملية بالدينار ناقص الأداء على المداخل بنسبة سبعة عشر على مئة بالدينار على سلاسة عدد الأشهر سبعمائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وعشرون فاصل تسعة ناقص مليون ومئتان وثمانية وثلاثون ألف أربعمائة وخمسة وثمانون فاصل ثلاثة وخمسون على ثلاثة يساوي مئتين وواحد ألف وخمسمائة وسبعة وخمسين فاصل أربعمائة وتسعة وأربعون شكرا